موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم نكمل ان شاء الله يونت وان الوحدة الاولى للصف الثاني الاعدادي هناخد ان شاء الله لسن سري اند فور هنشوف الدرس التالت والرابع نكمل طبعا نبدأ بالكلمات اتراكتف اتراكتف جميل او جذاب اتراكتف كبير الحاج ترابل فضيع بور فقير خط سكة حديد بريزن ملف شخصي فيد يطعم شير يشارك تاب اللي هي الحنفية تيبيكال تيبيكال نموزاجي نمطي فيليج فيليج اللي هي قرية كنبيليزة فولوينج سنتنس تاب قلنا حنفية بريزن سيجن ترابل فضيع تيبيكال نموزاجي اتراكتف اتراكتف اللي هو جميل او جذاب سيفز اللي هما لصوص are taken to يعني بقول لك اللصوص التخدم فين سيفز اللي هي اللصوص are taken to ها بريزن بريزن لو السيجن تخدم للسيجن بريزن this food is bad الطعام ده bad سيء التيستس يعني الطعم بتاعه طعم بتاعه ايه بقول الفود ده طعمه bad bad سيء خالص التيستس يعني طعمه ايه بقى ترابل ترابل فضيع ترابل ثري the new house was very the new house المنزل الجديد was very كان ايه كان جميل was very attractive كنا attractive يعني جميل او جذاب she forgot يعني هي نست to turn off انها تطفي او تقفل زا tab اللي هي الحنفية tab كلمات lesson 3 الدرس الثالث article article مقال text message text message رسالة نصية research يبحث clear واضح picnic picnic نزهة watermelin watermelin بطيخ knife knife سكين suggest يقترح carry carry يحمل life حياة lives الجامعة بتاعها garden حديقة goats معز borrow يستعير include يتضمن ويشمل include include كلمات listen for الدرس الرابع adventures adventures اللي هي مغامرات train train لو جاية verb معناها يتمرن او يتدرب اما لو جاية ناون اسم معناها كطار train together معا together move ينتقل move change change يغير او يتغير change beginning بداية travel يسافر road طريق ending نهاية describe يصف دي افعال غير منتظمة irregular verbs know new known forget forgot forgetting bring brought brought feed 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 دي افعال غير منتظمة study these definitions نعرف بعض التعريفات prison قولنا prison اللي هو sign a place مكان where people go when they do something ومكان بيتاخد فيه الناس اللي هي do something wrong بيعملوا حاجة خطأ or bad او سيئ زي اسمه prison اللي هو sign railway line railway line لو خط سكة حديد زي middle road طريق معدني that a train القطار travels on يبقى طريق معدني القطار بيمشي عليه poor poor اللي هو فقير people without enough money ناس ما معهم شي مال كافي are this not having enough money to live well معهم ش فلوس كافية ان هو يعرف يعيش بترا كويس attractive جذاب attractive او جميل اللي هي equal beautiful جميل or nice to look at حاجة جميلة تحب تبص عليها اللي هي attractive large كبير large هي equal big big يعني كبير terrible terrible يعني سيء او فظيع very bad سيء جد feed يطعم give food to a person يعني بتدي طعام لشخص مثلا يعني طفله صغير ما بيعرف اكل نفسه فانت بتأكله group or animal او مثلا حيوان فانت بتدي الحاجة ديت اللي اسمها feed يطعم tab اللي هي حنفية something you turn on or off to get water عشان تحصل منها على المياه tab اللي هي الحنفية synonyms and antonyms طبعا دي synonyms اللي هي مراضف antonyms اللي هي مضاد attractive جميل attractive synonym المراضف beautiful العكس بتاعها بقى الانتنم العكس المضاد ugly كبيح large كبير big كبير small صغير near قريب بالقرب من near close بالقرب من هي السنة المراضف العكس far from far from بعيدا عن outside خارج هي outdoor door العكس inside بالداخل or indoor terrible فظيع سيء terrible synonym المراضف bad عكسها good جيد في حاجة بريفيكس بريفيكس بداية وصافيكس نهاية هنا attractive دي اي والفي والإي بسمها صافيكس نهاية لاحقة اي في اي حولت الفعل الى صفة بقت attractive يعني جميل بيوتي بقت beautiful يعني جميل الاف واليو اللي هنا بسميها صافيكس careful beautiful beginning تحولت الفعل الى اسم بدل يبدأ begin لا بقت beginning بداية choose the correct answer from a, b or c one to turn the verb عشان نحول الverb begin begin يبدأ into a noun أحوله الاسم we add بنضيف اي we add ing begin beginning يبقى هنضيف ing عشان نحول الفعل اللي هو begin يبدأ الى بداية يبقى ضيف ing to attractive and ugly attractive جميل ugly قبيح are synonyms opposites the same nouns هل دول مراضفات ولا the same نفس المعنى ولا opposites العكس ولا nouns أسماء طبعا attractive and ugly are opposites دول عكس large كبير and can have the same meaning لهم نفس المعنى large and big large and big my school is not near مدرستي مش قريبة my home مش قريبة من منزلي it's far from home بعيدة عن المنزل it's far from home بعمل نسركي على far volleyball is indoor game indoor game نيجي بقى على فكرة reading الكراءة lives around the world lives اللي هي الجامع بتاع life حياة around the world حول العالم tell us يعني اخبرنا قلنا about your life عن حياتك what are your hobbies ايه هوياتك and interests واهتماماتك what is a typical day in your life typical day ايه اليوم المعتاد بالنسبالك النموذجي in your life في حياتك what job وظيفة what job do you want to do one day ايه الوظيفة اللي انت نفسك فيها يوم الايام my names في واحدة بقى بتتكلم هي فبتقول my names شهانة واحدة اسمها شهانة i am from india يعني انا من الهند i live in a village هي عايشة في ايه في كاريا village with my parents مع والدي my brother وخويا and my sister واختي يبقى هنا كده اول حاجة عرفتني انها منين من الهند india وعايشة فين في كاريا village i share a room يعني هي في غرفة لها هي وبتشاركها مع مين i share a room with my sister يعني هي قاعدة مع اختها في نفس الاوضة we all احنا كلنا get up early get up يعني there is يوجد an outside tab تقولنا tab اللي هي حنفية يقولك في حنفية برا at the end of at the end of يعني في نهاية street في نهاية الشارع where we live my mom والدتي gets water بيتجيب المية from the tab من الحنفية every morning كل صباح then ثم we all have breakfast كلنا بنفطر we have bread بيفطروا يبقى bread خبز and with a cup of tea وفنجان شاي my dad works in a shop بيشتغل في شب محل i have two jobs يعني هي بتقول عندها مهمتين اتنين او شغلتين يعني بتعملهم to do when i get home لما بوصل المنزل from school من المدرسة فبتعمل ايه في حاجتين اتنين بتعملهم بعد ما بتيجي من المدرسة اول حاجة بتقول i feed the chickens feed يعني بتطعم the chickens الدجاج then i help my mom وبساعد والدتي make dinner بتساعد والدتها في عمل العشة make dinner after dinner بعد العشة i do my homework بعمل الواجب بتاعي sometimes احيانا i help my brother بساعد اخويا and sister واختي to do their homework في عمل الواجب to ايضا then i go to bed بعد كده بتروح تنام شهانا help their mother make dinner there are people in shahan's family كم عدد اشخاص اه اسرة شهانا طبعا هي قالت خمسة قالت والدها والدتها واخوها واختها وهي يبقى five يبقى there are five people there are five people في محادثة بتدور بين يونس وجراما وجدته فبيسألها اقول لها جراما have you got a watermelon قالت له yes i have it's on the table على الترابيزة يونس قال لها can i have some please ممكن اخد حاجة من فضلك i like watermelon يعني انا بحب البطيخ قالت له yes of course we need a knife احنا محتاجين knife اللي هسكينا to cut it عشان نقطح يونس قالها shall i help you to cut it بيعرض عليها انها هو يقطع لها البطيخة shall i help you to cut it طبعا يعرض عليها انها يقطع لها البطيخة بقى عشان يكن منها grandma thank you يونس but be careful خليك حريص be careful خلي بالك with the knife من السكينة في هنا conversation between علي عند حسن وفيه ويتر لو الجرسون فعلي بقوله this is a nice restaurant يعني مطعم في هنا مطعم جميل shall we eat here حسن ممكن ناكل هنا حسن حسن قال له yes that's a good idea دي فكرة كويسة قال له good evening الويتر الجرسون بقى بقولهم good evening بسال خير where would you like to sit where اين where would you like to sit يعني انتو عايزين تعودوا فين علي قال له can we sit next to the window ممكن نجلس بجوار الويندو شباك قال له of course بالتأكيد what would you like to eat حابين تاكلوا ايه قال له have you got any fish today عندوكو سمك النهاردة قال له yes we have got fish احنا عندنا سمك with rice سمك بروز or fish with بطاطو chips في بطاطس مقلية قال له we would like fish with rice قال له احنا حابين ايه سمك وروز please shall i bring الويتر هو اللي بقول لهم بقى الويتر لو الجرسون shall i bring you some water اجيب لك ميا قال له thank you شكرا هنا نتكلم على اطفال السكة الحديد اللي هي the railway children the railway the railway children اطفال السكة الحديد it is it is the nineteen hundreds لو كرن العشرين روبرتا هير younger brother واخوها صغير بيتر and their little sister واختهم الصغيرة fills live with their parents عايشين مع والديهم in لندن في لندن they have a big attractive home لهم بيت جميل وكبير big attractive home كانوا عايشين هي واخوتها في لندن with a large garden عايشين في بيت جميل وبيه ايه في حديقة large garden حديقة كبيرة one terrible day one terrible day يوم سيء او يوم فضيع two men رجلين اتنين طبعا جمع بتاع man جمع دشاز جمع بتاع men two men رجلين اتنين take their father خدوا والدهم away from home خدوا بعيد عن المنزل away from home the children الاطفال don't know ما كانوش عارفين where he is going or why مش عارفين هو ريح واخدوه رحو خدوه رحين بين وليه why لماذا the children move from the city move from يعني ناقلهم من the city من المدينة with their mother مع والدتهم to a small house رحوا من منزل صغير طبعا بعد ما ولدهم خدوه ناس طبعا حالتهم بدأت تضهور وبدأ الحياة يبقى اسوأ the children move from the city ناقلهم من المدينة with their mother مع والدتهم to a small house لمنزل صغير near بالكرب من a railway line بالكرب من خط سكة الحديد the family الأسرة are poor بقوا فقراء poor and life وحياتهم is very different for them بقت مختلفة the children have lots of adventures بقوا لهم مغامرات near the railway line بالكرب من السكة الحديد a kind old man رجل عجوز مسكن طيب who travels on the train كان رجل ده بيسافر في القطر every day كل يوم becomes their friend أصبح صديق the old man الرجل العجوز ده helps the family ساعد الأسرة in many ways بالعديد من الطرق المختلفة ساعدهم بكذا طريقة he helps their father to ساعد والدهم أيضا because their father is in prison prison for something يعني داخل السجن عشان حاجة he didn't do حاجة هو معملهاش finally أخيرا there father comes home أخيرا والدهم رجع المنزل the family is so happy بقوا مبسوطين جدا to be together again at last أنه هما رجعوا لبعض تاني طبعا قصة هي مش بين لها أنها قصة يعني one the word كلمة in the first paragraph في البراغراف الأول means very bad very bad يعني سيئة جدا أيه الكلمة اللي في البراغراف الأول معناها very bad طبعا attractive جميل ولا terrible فضيع ولا large كبير ولا close اللي هو قريب طبعا terrible terrible هي معناها very bad two the word near near يعني بالكرب من in the second paragraph البراغراف الثاني is the opposite of هي عكس نير عكسها far from بعيدا عن أما close اللي هي قريب ugly قبيح beautiful جميل عكس near far from choose the correct answer from a b c or d i do the same things بعمل نفس الحاجة at the same time في نفس الوقت every day كل يوم in my typical day typical day يوم معتاد يعني مثلا كل يوم بروح المدرسة مثلا الساعة 8 وبرجع من المدرسة الساعة 2 فده يوم معتاد اسمه typical day i couldn't sleep انا معرفت اش نام after that terrible dream terrible dream يعني بعد حلم سيء dream يعني حلم terrible say careful حريص large كبير typical قولنا معتاد او نموزجي this family don't have much money ما عندهمش فلوس او نقود كافية so they are poor لزالكم ايه poor فقراء poor rich غني tall طويل fat thin our new house منزلنا الجديد is in the country the country يعني الريف the country اللي هو الريف اما country بس بلد او دولة لو جاء قبلها the country معناها الريف near بالقرب من a railway lion a railway lion بالقرب من خط سك حديث five i live in a city انا عايش في مدينة but my grandparents ولكن اجدادي live in a small in the country the country اللي هو الريف in a small village village اللي هي قرية village island اللي هي جزيرة play ground ملعب court اللي هو ملعب برده بس ملعب court ده ملعب بقى زي ملعب التنس i like your dress انا احب الفستان بتاعك i like your dress it's attractive جميل ugly قبيح bad terrible say it's attractive attractive جميل he was sent to هو ارسله الى ايه as he did something wrong عمل حاجة خطأ جد يبقى عمل ايه يبقى ارسله الى ايه he was sent to school مدرسة prison sign garden حديقة bank طبعا sent to prison prison اللي هو السجن shall i help you shall i help you your book قالوا no thanks shall i help you carry your books ممكن اساعدك في ان انا اشيل الكتب قالوا no thanks يبقى carry nine she helps her mother هي ساعدت والدتها the chickens الدجاج on the farm في المزرع يبقى ساعدتها في ايه feed feed انها تطعم feed i the same room نفس الحجرة with my brother مع اخويا at home في المنزل i share share we travel to many countries countries اللي ها دول يعني بنسفر لدول كتير to have a lot of adventures adventures اللي هي مغامرات i did research نعمل بحث about the dinosaurs عن الديناصورات online for a science lesson عشان درس علوم three definitions بعض التعريفات is something you turn on turn on حاجة بتشغلها or off او بتطفع عليها to get water عشان تحصل منها على مياه تشغلها او تقفلها يبقى دي عشان طبعا to get water مياه يبقى دي اسمها tab tab اللي هي الحنفية that is the middle road طريق معدني middle road طريق معدني that a train القطار travels on يبقى دي ايه the railway line railway line لو خط سكة حديد the police took the safe the police خد ايه safe الحرامي away his home من منزله to prison للسجن يبقى away from away from it's so polite to say sorry من الادب انك انت تقول sorry اسف when you do something wrong do something wrong يعني تعمل حاجة خط من الادب انك انت تقول اسف read and complete why يعني لماذا why do you like your house ليه انت بتحب منزلك فقال because بسبب it is large لانه كبير and عايز تكتب هنا بقى جذاب او فاتن او جميل and beautiful and attractive اوكي two do you have a big bedroom هل في حجر نوم كبيرة yes yes i هنا عايز نكتب كلمة يا شارك او يا تقاسم اللي هي yes i share share هتكتب هنا share a big bedroom with my brother ايوه بشارك الغرفة ديت انا واخوية my brother is there a هنا حديقة اللي هي garden is there a garden in your house يبقى هنا هكتب garden yes there is لو انا جيت هنا بقى بلال complete the following dialogue هنكمل الديالوج بلال ask حكيم about his house بيسأل حكيم عن منزله where is your house where اين where is your house منزلك فيه هتكتب اي مكان اتقول my house بدل يور دي هتبقى my اتقول my house is in كايرو في القاهرة in جيزة in طنطة هتكتب اي مكان موجود فيه منزلك do you like your house هل انت بتحب منزلك قلو yes of course yes of course yes i do هنا لما يبقى طالب مني سؤال لازم اشوف الاجابة اللي تحت لازم اشوف الرد ايه هنا بقول لي because بسبب because it is large لانه كبير and attractive وجميل يبقى هنا اعمل سؤال ايه وبقولك عشان هو كبير وجميل يبقى قلو why لماذا why do you like your house why do you like your house ليه بتحب منزلك يبقى لما لقي because اكتب why لما لقي because اكتب why قال له yes هنا برضو طالب مني سؤال اشوف الاجابة yes i share a big bedroom with my brother يبقى هنا هسأل نفس سؤال هو do you have a big bedroom do you have a big bedroom قال عندك غرفة نوم كبيرة is there is there is there is there a garden in your house هل في حديقة في منزلك قال له yes there is yes there is you got what books do you like to read ايه كتب اللي انت تحب تقراها قال له i like to read children's قال لي كتب كصص stories stories اللي هي قصص what is the story about قصة دي كتب عن ايه قال له it is about three children عن طلط اطفال who like trains what happened الحدث in the story في القصة قال له they had a lot of adventures مغامرات adventures adventures اللي هي مغامرات يارا and نهال are talking about children's stories بكرا بكلومة عن قصص اطفال يارا ونهال طبعا هنكمل نسبة كبيرة من هنا what books do you like to read ايه انواع الكتب كتب اللي انت بتحب تقراها ما يقول i like to read children's stories هكتب هنا i like to read children's stories هكتب هنا 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 عايز سؤال قال له yes يبقى سأل مثلا بدو do you read stories هل انت بتقرق قصص لا yes i read the real way children's story قصة الاطفال السكة الحديث the story is about القصة عن three children ثلاث اطفال who like their trains اللي بيحبوا الكترات يبقى هسأل what is the story about اكتب هنا what is the story about what happens in the story ايه اللي حدث في القصة يبقى they had a lot of they had a lot of adventures i like adventures بتحب المغامرات can i borrow it ممكن استعير هتقول yes yes of course sure وكتب sure بالتأكيد وكتب yes choose the correct answer from a b c or d one you got got التصريف التالت بتاع get اول ملاقي التصريف التالت يبقى نسبة كبيرة جدا طبعا اختار have have you got that game called odd one out يبقى استخدم have اعمل سلك على have يبقى لما لقيت تصريف التالت للفاعل بتاع get got تصريف التالت يبقى استخدم have هسأل به of course you can can بيجي معها الفعل في المصدر you can can الفعل بيجي بعدها الفعل في المصدر الفعل في الانفينياتف يبقى استخدم you of course you can come come to my house later يبقى come يعني سلكل على come يبقى can بيجي معها اصل الفعل have you have قلنا have او has بيجي معها التصريف التالت للفعل have you got have you got a water million gramma for you got a camera yes i have 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 you got a camera have 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 as have have got have have i shall برضو بيجي معها الفعل في المصدر shall i bring you some water shall i ده اقتراح shall i bring you some water ممكن اجيب لك مية i have a glass of water please i have بقى ده حاجة لطلب للطلب استخدم can can i have a glass of water please يبقى للطلب استخدم can has he got an umbrella هل معاك umbrella شمسية no he بدأ بهاز انهي بهاز بس عشان no اقول no he hasn't no he hasn't you help him with his homework يبقى هنا طلب شيء اقول can you help him can you help him with his homework يبقى عشان طلب شيء يبقى استخدم can can you help him ممكن تساعده في عمل الواجب بتاعه يبقى can you بعمل سلك العلا can we eat here حسن لطلب الاقتراح باقترح على واحد حاجة قال yes that's a good idea ده فكرة كويس يبقى عشان اقتراح اقتراح بقول shall shall we eat here ممكن ناكل هنا حسن قال yes that's a good idea ده فكرة كويس يبقى استخدم shall shall باستخدم ها للإقتراح can you carry this heavy box ممكن لتقدم برضو مساعدة باستخدم can لطلب شيء برضو نستخدم can هنا بدأ بكانه وقال no يبقى no i can't no i can't لو yes قول yes i can يبقى عمل سلكل على can shall we shall بيجي معها أصل الفعل يبقى blade أحزف منها ed أخلا play بس can برضو بيجي معها أصل الفعل can you help يبقى أحزف ing can we sit next to the window ممكن نجلس بجوار الشباك قاله no you can't no you can't for shall i help بقلنا shall بيجي معها الفعل في المصدر can بيجي معها الفعل في المصدر يبقى shall i help أحزف الاس what ده سؤال يبقى أجيب have الأول أجيب الفعل المساعد له have what have you got what have you يبقى أبدل الاتنين مع بعض أبدلهم what have you هنا your father your father got a computer your father ده مفرد your father يبقى أسأل به has has your father got a computer هنا عبدالله بليت شس بلعب شطرانج قاله yes he can يبقى نهب كان أبدأ بكان بدل ددي هكتب كان كان عبدالله بليت شس هل عبدالله ممكن يلعب يعرف فيلعب شطرانج قاله yes he can يبقى نهب كان أبدأ بكان أقول كان بدل ددي هكتب كان هنا ده سؤال عالمة استفاهمة يبقى أبدأ بشال ما يقول I shall shall I get shall I get you a drink shall I يبقى أبدل shall أبدأ بها الأول general exercise طبعا ده test على lesson three and four هناخد test على three درس الثالث والدرس الرابع complete the following dialogue علي tells تامر about his new house بيكلمه على منزل جديد new house يبقى فيه محادثة بتدور بين علي وتامر فعلي بيقول I moved يعني أنا نقل I moved to a new house نقل منزل جديد يا تامر قال له a new house منزل جديد فهنا عايز سؤال طيب عشان أكتب سؤال لازم أشوف الرد بتاع علي علي قال it's in Alexandria ده في Iskendria by the sea بجوار البحر يبقى أسأل where أين بيسأله على المنزل فين قال له it's in Alexandria ده في Iskendria by the sea بجوار البحر يبقى where is it where is it تامر قال له fantastic يعني رائع when متى when did you move there when متى بتسأل على زمن when did you move زير يعني انت قالته هناك امتى ممكن اكتب اي وقت بقى ممكن اكتب last week الاسبوع الماضي last month الشهر الماضي تامر سأل سؤال قلنا عشان نكون سؤال لازم اشوف الاجابة دي لازم اشوف الرد ده ايه فقال yes it's a large house ايوة ده ملزل كبير with a كبير وليه حديقة ملئة بالظهور يبقى قال لي yes يبقى مليش دعوة بyes واشوف اللي بعدها ايه دي قال لي it's اللي يعبار عن it is يبقى بدل it's يبدلها مع بعض اقول is it is it a large house هل هو منزل كبير قال له yes it's a large house يبقى هكتب is it a large house do you like do you flowers هل انت بتحب الظهور اقول له yes i do yes i do بدأ بدو انا بدو اقول yes i do my favorite hobby يعني هوية المفضلة is planting flowers هوية المفضلة زراعة planting زراعة flowers زراعة الظهور and you طب وانت اقول له me too وانا ايضا me too وانا ايضا برضو بحب الورد اقول له me too قلت me too يبقى الديالوج عبارة عن خمس فراغات لازم نقرأ الديالوج كله عشان اعرف اجاوب عليه chowt choose the correct answer from a b c or d camping اللي هو التخيم او العسكر j7 in the desert في الصحراء was a very exciting adventure adventure يعني مغامرة adventure can I can I borrow this story for two days مسعولة ممكن استعير القصة دي ومين can I borrow بعمل سيرك على borrow this story القصة دي for two days مسعولة three has أحمد قلنا بدان فيه has أو have يبقى اختار التصريف التالت الفعل has أحمد got a lot of water yes he has يبقى أعمل سيرك على got the girl helped her mother ساعدت والدتها feed the chickens في اطعام الدجاج تطعم الدجاج feed يبقى أعمل سيرك على feed shall we shall بيجي معها أصل الفعل بقول shall we go shall we go how did you feel انت كنت تحسس بإيه when you moved لما نقلت to the new house لمنزل جديد سفن has حبيبة got a bin بدأ بهاز أنهي بهاز بس أنا عشان no أقول no she hasn't no she hasn't لو yes أقول yes she has بس عشان no no she hasn't her family where so كانوا ايه أسرتها her family كانت أسرتها ايه where so poor كانوا فقراء poor they couldn't buy ما كانوش قادرين يشترهم her new clothes ما كانوش قادرين يشترهم ملابس جديدة saves اللي هما اللصوص are always دايما taken away to اللصوص بتروح فين prison sign hospital مستشفى school مدرسة factor مصنع بروحوا فين prison prison sign they bought اشترهم a house as their old one was very small يبقى اشترهم بيت كبير they bought a large house large house complete the sentence هنا ده علامة استفهمها يبقى مش هينفع اقول i can يبقى سأقول can i يبقى قول ايه can i يبقى ابدأ بcan can i ask you some question please ممكن نسأل بعض الاسئلة من فضلك hi shall we shall بيجي معها اصل فعل يبقى play واحز في ال-ed we go swimming yes that's a good idea ايه اللي بتسأل على الاقتراح باقتراح حاجة اقول shall we يبقى بدل دو هكتب shall shall we اهي shall اهي shall we go swimming ممكن نروح السباحة قال له yes that's a good idea دي فكرة كويسة قلنا have او has بيجي معها تصريف التالت فعل have you got بدل جيت هتبقى got any cousin هنا write a paragraph of about 90 words on طبعا مجاب عنه في نهاية الكتاب description وصف of your new house هتعمل وصف على منزلك الجديد طب بقولك مجاب عنه في نهاية الكتاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته